والله الدنيا شكلها حلو عندك ياكوس. الدنيا شكلها كويسة. اول حاجة واضح عندي انه فيه تطور مادي او يمكن تكون فلوس جاية يعني مش دازم تكون الحالة المادية هتعلى بس ان شاء الله فيه فلوس جاية وفيه حالة كده رخاء ان شاء الله. شايفك بتقود عربة ومتجح بسرعة انت المسيطر على الامور دلوقتي ياكوس وانت طبعك مندفع شوية وراكب عربة كمان يعني انت ماشي فلوس جاية فبالراحة شوية هي الدنيا شكلها كويس متقلقش من حاجة كل حاجة حلوة بس خد وقتك شوية مفيش حد بيجيه براك. عندك عجل تحظ الدنيا ان شاء الله بتتسهل. يعني الحاجات دي وقتا ان شاء الله بتتسهل. لكن فيه هنا شوية خوف انت خايف من حاجة معينة خايف من تغيير في شغلك واضح انو هيحصل فيه حاجة هتتغير. الكلام بيتعاد اخرجي وتخلي تاني يعني. فيه تغيير هيحصل في شغلك فعلا شكلك هتروح شغل تاني او هتتغير مكانك جول الشغل بتاعك. فيه حاجة عندك هتتغير. فيه موت لشيء وولادة شيء جديد يعني. افتكر ده التغير اللي بيحصل في العمل عندك يا قوس ولا ايه الدنيا عندك متشقلبة فيه عملية تحول بتحصل عندك. معاها بعدها تطور مادي تاني يعني تطور عندك مادي مرتين. هنا وهنا مرتين. الناس اللي حصل بينهم انت حباوزي راوتر. اللي حصل بينهم انفصال شكل فيه رجوع لحبيب قديم. او ممكن. او ممكن يكون رجوع لصديق قديم او معرفة قديمة مش لازم يكون صديق. بس المهم في حد بيرجع وبيقدم لك شيء حلو حاجة حتفرحك حتبسطك. فيه ارتباط هنا. بس مش ارتباط جديد. يعني الناس اللي في علاقة حاسين ان هما مرتبطين بشركهم قوي دلوقتي. وان هما ماشيين مع بعض في خط واحد. عندنا كمان king of swords. اهو. بيقولك انت شخص زاكي يا قوس. ومحبوب. وعندك كمان بتدي نصايح كويسة. والمنطق عندك. اه. المنطق عندك كويس. يعني منطقك في التفكير كويس جدا. اه. اللي مش بيشتغل. اللي مش بيشتغل. فهو خايف من خطوة هياخدها. اه. حاس ان هي هتغير حياته. وخايف ان هو ياخدها زا ما انتم شايفين كده متكتف ومش عارف يروح فين. حاس ان هو مش شايف قدام مش عارف الخطوة اللي بعدها ايه. فعنده شوية قلق. اه. يبقى اكد ده بيقى معناه انه برضو هتتعلم حاجة جديدة. لو انت ما بتشتغلش فانت ممكن تتعلم حاجة جديدة. والتحول اللي عندك ده لو مش حاجة في الشغل فهو تحول شيء في حياتك. في موت لشيء. وولادة شيء جديد. اه. الناس اللي متبطين علاقتهم كويسة. الناس اللي حصل بينهم انفصال ان شاء الله في رجوع. الناس السنجل. مفيش حاجة جديدة. اوكي. خلق حصل قرية بسرعة. تطور مدي كويس. في عجل تحظ بالدور. الحاجات الوقفة ومتعطلة هتبتدي تمشي وتتسهل. اه. في عندك عربة. انت ركب عربة وماشي بسرعة. وانت القائد. انت اللي بتحرك. مفيش حد بي حركك. لا. انت صاحب قرارك وانت اللي بتتحرك. خوف من تغيير. بس هيحصل هيحصل. خفت او ما خفتش بس شكل. فيه تغيير جاي. في حاجة جديدة هتتعلمها معها. تطور مدي جديد هيحصل غير الاوليني. وفيه رجوع لحبيب قديم او شخص عزيز عليك قديم. اه. وفيه ارتباط قوي نحو الشريك. للناس المرتبطين. كمان اللي هو بتاع الاثنين المرتبطين دول بيوحي كمان بالاختيار. ان هما اتنين. فيه حاجة انت بتختار بينها. ما اعتقدش ان هما شركين مش وصل لي الموضوع ده ان هما شركين. بس لأ انت واقع في اختيار. اه. قوس انا بس اللي بيخوفني منك التسرع بتاعك. حاول ان انت ايه. بتاخد وقتك شوية في التفكير بلاش التسرع ده. بس الدنيا عندك الحمد لله شهر ده شكلها ماشاء الله حلوة قوي قوي قوي. اوكي. الجدي طيب الجدي بتطلب كتير يا جماعة حلوة قوي. يساعد مساكية هند. واحد وعشرين ديسمبر ايه. اه. اه. ده اول يوم في الجدي حولتي. بإذن الله يدعي. في حاجة حلوة في تغير ان شاء الله. بس. في تغير كويس. يعني تغير حلوة ان شاء الله اللي جاي. والانترنت رجع الحمد لله. بس انا خايفة ارجع على الانترنت بتاع البيت يرجع يبصل تاني. فخلينا على البقاء وخلاص. شوف لايب منورت. منورني اللحن الحياة اهلا بيكي. نصرعي فعلا ومثاني يسبقني. لما حدي اصابي. احوال الله يا بنتي مش لوحدك كريم. يعني كلنا. لحن الحياة واي حد جديد منورين اللايب. لو عجبك. اعملي مشاركة. يعني دوسي اعجاب. بالصفحة. ومتابع لشان تشوفي فيديوهات الجديدة. اما كل كل يومين بطلع العيب. تعال ما شوف بقى الحالة العاطفية اخبارها ايه. والعافية ليه يعني ايه يا صافي. يا حبيبتي يا مروة ده انت الامارين. ازيك يا روحي. لا تقولي كده وتمشي يعني. لا خليكي اعدا معانا. مساء الفل يا حكاية عيشها. اوكي. تمام. يلا. الحالة العطفية للمنموعة الاولى. تسلميلي يا هدي. عن القوس. احنا بنقول القوس النهاردة هو. يتقال. قلت بدل برج تاني. لما ان التصويت كان صالح الحمل. بس يا اسراء. هو فعلا حصل. قلت الحوت بدل الحمل. بس رجعت قلت الحمل. وبعد ما قلت الحمل الصفحة تقفلت. والفيديو ده انا مساحته. يعني انا مساحته بنفسي لان كنت خايفة تكون من الصفحة تقفلت. يعني بسبب هو ان انا قلت حاجة غلط في الستريم ده. فعملت له دليت. انا شلته. بس انا قلته والله يا حبيبتي بس ان شاء الله هعيد قريته تاني. ولا اهمكم خالص. يا حبيبتي يا شايمة اسلامي. مساء الفل يا سعيد. اخدت باركن ارجعت لكروتي القديمة تاني. بشحن الجديدة. يلا بينا. الحالة العطفية للمجموعة الاولى برج القوس. اشتركوا في القناة. 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 واضح انه فيه اختيار فاعل. الشريك. القوس قصدي القوس عايز يحسن اختيار شكله بيختار بين شخصين ويحتار بينهم. او انه هو محتاج يرتبط بشريكه اكتر. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. عنده نقص في حاجة. شايف شريكه ازاي. شايف شريكه بيحبه. يعني هو عارف ان هو بيحبه. طب ايه الموضوع. شايفوا شخص رومانسي. شايفوا ان هو شخص رومانسي. يمكن هو رومانسي بس ببقاش رومانسي معاك. ولا ايه الموضوع. الطاقة فيها جرح. فيها قلب حزين. فيها حزن. الشريك بقى عايز ايه؟ الشريك عايز يبقى عن المشاكل ويروح مكان هادي. يعني يوضح انه ممكن تكون تقطق الايام دي سلبية شوية. فهو محتاج يبقى عن الطاقة السلبية دي ويروح مكان بعيد. عايز ايه كمان؟ عايز زي ما تقولو حد كبير يحكم بينكو. يعني يقول ايه مين غلطان ومين مش غلطان. شايفك انت ازاي؟ شايفه حظ يعني هو شايف ان هو بيمده بالحظ. اه وبييمده باليعني زي ما تقولو بيتفائل بيه. لما بيبقى معاه اموره بتتساهل فامين وشه حلو علي. شايف نوش وحلو علي. اللي بيحصل للشهر ده في قلة مواجهة يعني في حاجات لازم تتواجه وتتقال لكن ما بتتقلش مفيش مواجهة بتحصل. هتبتجد تخشه في مرحلة جديدة شوية وممكن تكون مرحلة احسن. مرحلة احسن شوية. بس فيها برضو عزلة يعني انا شايفة ان القص منعزل وقاعد لوحده وقاعد يفكر. يعني رأيه يا جماعة طب احنا حطينا قلنا عن مشكلة. طب انت يا قوس شايف ان الشيكك بيحبك. لو القرأة زم انا شايفة كده ان القرأة ماشية صح. انت شايف ان الشيكك بيحبك. وانك انت وشك حلوة عليه وكل الحاجات الحلوة دي. ايه سبب الحيرة اللي انت فيها او الاختيار اللي انت فيه او ان انت حاسس ان هو مش مرتبط بيك كفاية. وان العلاقة مش ناكحة وانت مش سعيد. حاس انت مش سعيد كفاية. العزلة وانك انت يعني تبعد وتنعزل لوحدك وتنتفصل عن شريكك حتى وجدانيا يعني حتى بمجرد تفكير. ده انا مش شايفة ان هو قرار صح. انا شايفة لو عايز تقرب قرب. بس تقرب. انا مش شايفة مشكلة انه تقرب وتتعبر عن مشاعرك وتعبر عن اللجواك. والشيكك هيسمعك لانه بيحبك. يعني بالبساطة دي بالزبط كده. هو بيحبك فهيسمعك. وبس والشيكك مش عايز مشاكل دلوقتي يا فوس. يعني هو مش حابب مشاكل دلوقتي. هو حابب يكون فيه هدوء شوية. لان طبعا هو عنده اكيد حاجات بره كتير يعني ايمة بالواجب معاه. ومش شايف انه هو يعني فيه سبب بيخليك تكون متضايق منه بالطريقة دي. فمش عايز مشاكل. وانا صراحة اعذره في حاجة زي دلوقتي ما فيش مشكلة اساسية يعني. انتو قادرة طبعا اكيد فيه تفاصيل جوه انا مش عارفاها. بس ده الصورة العامة. الصورة العامة شريكك بيحبك. شريكك مش عايز يعمل مشاكل معاك. وعايز تعدوا الفترة دي وتروحوا بره امان. فياريت. ايه اللي اعاوز لي وعدم امان. طيب. ياريت تعدوها بقى مع بعض كده اديكوا في ادين بعد. شبكوا اديكوا كده وعدوا بخبار الامان مع بعض بهدوء كده. لان ما فيش اي داعي للي انتو عاملينه ده. كويس جدا يا عبير. حل. حلو جدا. خلاص. يبقى زي ما قلتلكو بليز امسكوا ادين بعد كده وعدوا كده بناحية التانية بالراحة. والمواجهة مش شرط تكون المواجهة فيها يعني عنف انتو محتاجين تواجه او. انت محتاجين تطلع لجواك بس. فطلع ورتاح. يعني اقول لجواك ورتاح. الاسد اتقال صحيح يا لله. احنا قلنا برج الاسد. بشكرك يا رؤى. انا قلت المرحلة الاولى دلوقتي شفت الحظ عنده حلو قوي القوس المرحلة الاولى. هنشوف دلوقتي المرحلة بتانية اخبرها ايه. بشكرك يا اسيل. مش مهتم بيك. هادي مشكلة. حلوة قوي يا ام ادهم. وصلنا لي. المشكلة الاساسية. طيب. مش مهتم. هل هو مهتم بحد تاني. ولا هو مش مهتم. لان هو عنده حاجات. اه تعباء اصلا قراضي. اه اه ضغوط حياة ومسئوليات وشوية حاجات كده. فابتدحت من هو يقل من عندك شوية. لو دي الحالة. معلش يعني يستحملي شوية يعني عدي شوية عزوري. التب يسيله العزور. اه. وبطريقة ظريفة كده يعني. مع مين حايديني اهتمام ليرك. انا محتاجة شوية اهتمامي. يعني انا عفة انا مقدر ان انت عندك حاجات ومجهول وعندك شغل والحاجات تي كلها. بس انا برضو ليا يعني اكيد انا من ضمن الحاجات اللي انت مفروض تهتم بيها. فانا عايزة بس شوية اهتمامي. موضوع بسيط خالص والله. مش مش محتاج العزلة يعني مش محتاج عزلة خالص. يا حبيبتي وانا بموت فيك يا زنينة. كلمة كسح بشكرك يا هودا. العزراء قريب حبيبتي حاضر. حبيبتي يا شاءوت اسكندرية. عفكرة كلامك صحي جدام سبب البعد الاهمان وعدم الاهتمام. اه. فهمت. 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 بسيطة قوي يا جماعة والله بسيطة. مين عامل حاجات بتعيط. لا. كليز انا عايزة لوب ولايكس. اه تم استهلاك المتاح. خلصنا خلصنا الانترنت. طيب. نخش بقى على المجموعة التانية القراءة العامة. لبرج القوس. الجميل. اللي مش متسرع. اه. اه. يا خدي. اه. وات. القوس هنا في ارتباط. نجي. واتفاق نحو المستقبل. مع شخص. خلو بالكو. واتفاق نحو المستقبل.